اشتركوا في القناة وقد رحب جلالة السلطان المعظم بسعادة وزير الخارجية وسعادة وزير شؤون مجلس الوزراء وكلفهما بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما وصلت إليه من مستوى متقدم من التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات متمنيا جلالته لأعمال اللجنة الوزرية المشتركة التوفيق والنجاح في جهودها لتنمية وتطوير التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة من جانبه نقل سعدة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وتمنياتهما لسلطنة عمان وشعبها الشقيق بدوام النماء والرقي والازدهارة معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تقدم ونمو على كافة المستويات ترجمة نانسي قنقر